السلام عليكم طلبتنا العزاء ورحمة الله وبركاته نلتقي معكم مجددا في محاضرات مادة مبادئ الإدارة الكورس الثاني اتكلمنا بالمحاضرة المضت عن الإدارة المالية اليوم راح نتكلم عن إدارة موارد بشرية Humor Resource Management بالتأكيد تعتقد إدارة موارد البشرية أساس لكل الوظاف الإدارية لكنها ليست أساس لكل نشاط تجاري منظمة العمال بالتأكيد تعتمد على النشاط التجاري بالأساس على وجود إنتاج مميز تعتمد على وجود إنتاج مميز كأن يكون حاسبة لابتوب جهاز كمبيوتر يعني مروحة كهربائية جهاز تبريد وهكذا هذه المنتجات وبنفس الوقت تسهم إلى الحصول على المورد البشري بشكل جيد والموارد البشرية إدارة الموارد البشرية هي تعتبر جوهر عمل الإدارة شلون جوهر؟ بما أنها الإدارة والمؤسسة باعتبار هي مجموعة من الأفراد بيها إذن هي تعتبر جوهر عمل الإدارة بالحصول على الأفراد المناسبين لتأدية الأعمال المناطئ لهم بشكل مباشر وبالمكان المناسب والوقت الملائم إذن إدارة الموارد البشرية هي ركن أساسي من أركان المنظمة ومن أركان وظائف المنظمة بشكل عام ويتعتبر أو هي جوهر عمل الإدارة بالحصول على الأفراد المناسبين لتأدية المهام لهم بشكل جيد ويرمز لها بالرمز HRM للمختصة عن Human Resource Management بنفس الوقت إدارة الموارد البشرية هي واحدة من مسؤولياتها ترسميني الستراتيجية اللي خاصة بالحصول على الموارد البشرية المناسبة واللازمة لتحقيق الأهداف أنا عندي مجموعة من الأهداف فاللي يسعب تحقيق هذه الأهداف هم الأفراد إدارة الموارد البشرية هي الساعدني بالحصول على الأفراد المناسبين لتحقيق أهداف المنظمة وبنفس الوقت تعمل إلى جانب احتياجاتها للحصول على رأس المال المطلوب يعني نقصد الرأس المال يعني رأس المال البشري من الأفراد العاملين وأيضا إدارة الموارد البشرية أصبحت الآن هو مطلب ملح للمنظمات بشكل عام ليش على مودة توفر لنا مجموعة من الأفكار والمهارات والخبرات والقابليات اللي يتمتع بها الأفراد العاملين سواء كان بالكم أو بالنون فضلا أنا حدت الاحتياجات بس أحتاج بعد تدريبهم أن نتدربهم وتأهلهم بكيفية أو من خلال إشراقهم بالعديد من البرامج التدريبية هذا طبعا كلها ساعدنا في صياغة السياسة العامة للمنظمة ما يخص موضوع لهيوموريسورس منيجمنت إذن يطلق مصطلح الـ HRM على الموارد البشرية ونقدر نعرف الموارد البشرية أو دارة الموارد البشرية بأنها عملية الحصول على الأفراد أول مرة شوانا نحصل على الأفراد وتدريبهم يعني بعدين أدرب وراء ما حصلت عليهم بعدين أدربهم وتقييم أداهم وراء ما أدربهم أجياء أقيم الأداء وتعويضهم ماليا وماديا والاهتمام بصحة هذه كلها يتعاد هو تعريف لإدارة الموارد البشرية إذن تعرف إدارة الموارد البشرية بأنها عملية الحصول على الأفراد وتدريبهم وتقييم أداءهم وتعويضهم ماليا وماديا والاهتمام بصحتهم وسلامتهم وتنظيم علاقات العمل هذا بشكل عام تعريف إدارة الموارد البشرية عندنا بعض مسؤوليات مدير الموارد البشرية هناك بعض المسؤوليات اللي يفترض أن يقوم بيها مدير الموارد البشرية من هذه المسؤوليات ووضع الشخص المناسب في المكان الملائم وفي الوقت الصحيح يعني أختار الشخص المناسب بالمكان الملائم إلي وبالوقت الصحيح كل شيء مهم أختار الوقت هذه واحدة من مسؤوليات مدير الموارد البشرية الأمر الآخر هو توجيه العاملين الجدد أوجههم بالاتجاه الصحيح هذه من مسؤولية إدارة الموارد البشرية وأسعى إلى تحسين الأداء الوظيفي لهم أنا شون أحسن الأداء الوظيفي لهم من خلال مثلا تدريبهم إشراكم في برامج تدريبية هذه واحدة من المسؤوليات مدير الموارد البشرية يهتم بيهم وأيضا واحدة من المسؤوليات مدير الموارد البشرية هو تحقيق علاقات عمل سليمة وإدامة الروح المعنوية العاملين في أرجال منظمة لازم أخلق جو مناسب للعمل وبنفس الوقت أعمل على تطوير القدرات والمهارات والقابليات للأفراد العاملين والرقابة على أنشطة العاملين أشوف الأنشطة مالتهم أراقفها بشكل صحيح وتفسير القوانين وتوضيح الإجراءات يعني واحدة من المسؤوليات مدير الموارد البشرية أن شون يفسر للقوانين ووضحها بشكل أكثر والمحافظة أيضا على صحة وسلامة العاملين كلش مهم أن أهتم أنا كمدير هومان ريسورس مانيجمنت أعمل على المحافظة على صحة وسلامة العاملين هاي ما يخص موضوع مسؤوليات إدارة الموارد البشرية أو مسؤوليات مدير الموارد البشرية هناك بعض الأهداف التي تسعى لتحقيقها إدارة الموارد البشرية أولاً الهدف الأول هو هدف التوظيف يعني شونه أقصد بهدف التوظيف طبعاً هذا موضوع هدف التوظيف دائماً يشغل بال مدراء الموارد البشرية اللي أقصد به بهدف التوظيف يعني كيفية ضمان تأدية الأعمال بالكمية والنوعية المناسبة من العاملين وهذا يعني يتطلب تخطيط للقوة العمل التي تحتاجها المنظمة بشكل دقيق بعبارة أخرى أنا شون أهتم بتوظيف الأشخاص أختار الأشخاص المناسبين اللي هذول يساعدوني بتحقيق أهداف المنظمة بشكل واضح ودقيق وهذا الأمر يتطلب أن يسبق تخطيط صحيح للقوة العاملة بالمنظمة يسبق تخطيط صحيح للقوة العاملة واحد من أهم أهداف التخطيط أو أحد أهداف العاملة بالتوظيف هو السعي بشكل متزايد التمييز المنظمة دائما تبحث عن التمييز واحد من أهدافها أو من أهداف التوظيف السليم وأنا شون دائما أتميز وأوضع نفسي بالمكان المناسب بالأسواق بالسوق شون أوضع نفسي بالمكان المناسب إلي هذا بشكل عام هدف التوظيف الهدف الثاني هو هدف الأداء هدف الأداء هو حال ما تكون قوة العمل المطلوبة في المكان المناسب يعني مدراء الموارد بشرية دائما يسعون إلى أن العاملين أو دائما يسعون إلى ضمان شون يحفزون العاملين وشون يخلونهم ملتزمين بشكل جيد لأداء أعمالهم بالشكل المطلوب شون يدون أعمالهم من خلال زيادة بأداءهم وموضوع التدريب والتطوير كلش مهم بالأداء على ما تكون الأداء مالتي جيد لازم أنا أن أخضع العاملين إلى برامج تدريبية مختلفة ومتنوعة الغاية من عدها أن يكون الأداء مالتهم أداء جيد بنفس الوقت لازم أوضع لي معايير خاصة للأداء شون قيس الأداء مالتهم هدفي أن أحسن الأداء مالتهم شون أحسن الأداء مثلا من خلال إشراكهم في برامج تدريبية وتطوير قدراتهم وقابلياتهم مو أيضا واحد وحدة من الأهداف لـ Human Resource Management هو هدف التغيير طبعا هدف التغيير هدف كلش مهم حيث تلعب لـ Human Resource Management إدارة الموارد البشرية في التغيير التنظيمي دائما يكون عندنا تغيير تنظيمي يعني أقصد بالتغيير التنظيمي التغيير اللي سير في المنظمة وهذا مو من السهولة أن يحدث يحتاج لمجموعة من الإجراءات اللي تسبق هذا الأمر فتساعدني لـ Human Resource Management أن أحدث هذا التغيير وكل ما يكون التغيير هو استباقي هو أفضل يعني شلون مثلا استباقي مثلا أجيب أغير أشخاص من مكان إلى مكان آخر تعرفون أننا نعمل في بيئة تنافسية بيئة شديدة التغيير فأجيب الشخص المناسب بالمكان المناسب لأنه ربما راح يصير عندي تطور بالبيئة الخارجية تطور بالتكنولوجيا فلازم أنا أحدث تغيير بالمنظمة أجيب الأشخاص اللي يتمتعون بالقبرة والمهارة العالي أخليهم بالمكان المناسب يعني أسوي تغيير بالوقت المناسب الغاية من عدها أن أسعى على تحقيق أهداف المنظمة المالك ودائما تسعى إدارة الموارد البشرية أن يكون موضوع التغيير هي جزء من ثقافتها جزء من ثقافتها وجزء من الفلسفة اللي ممكن أن تعمل عليها الهدف الآخر هو هدف التيسير أقصد بهدف التيسير طبعا هو إلى علاقة بالأهداف السابقة وهذا يركز على شون أحقق الميزة التنافسية وشون أحقق الأهداف أعلى يعني شون أحقق أهداف التوظيف والأداء والتغيير هو من خلال التيسير مالتي يعني أن أجعل منظمة سلسة وسهلة للغاية وهي يسمونها المرونة عالية عندي هذه المرونة لساعدني لتحقيق أهدافي أوكي هاي أهداف المنظمة إذن أنا على مدى أحقق هاي الأهداف الأربعة على المنظمة تحقق هذه الأهداف الأربعة ما عليها إلا أن نقوم بالآتي أولا أن نتسوي توصيل لقضايا العاملين ومطالبهم يعني يصير عندي لينك بين العاملين والإدارة العليا هذا رقم واحد رقم اثنين أن أستثمر هاي الممارسات اللي موجودة بالموارد البشرية ودائما ممارسات تتسم بالإبداع والإحترافية الأمر الآخر هو أن أعتمد على العلاقات والتعاون وبناء الثقة بين العاملين في بعضهم البعض مع بعضهم البعض يعني شوي خروح أن هاي الالتزام هاي العرقية وهذه الأمور ماقي هاي شوي نبتعد عنها يعني يخليكون عندي علاقات طيبة علاقات مبنية على المحبة بين أفراد المنظمة هذا بشكل عام ما يخص موضوع إدارة الموارد البشري من جميل نكتب بهذا القدر من المعلومات شاكرين لكم حسن الأصغاء والمتابعة ونلتقي معكم مجددا في محاضرات أخرى الآن نروح إلى القسم الثاني من المحاضرة اللي هو باب النقاش نفتح النقاش نتناقش على مضامين هذه المحاضرة شكرا جزيلا للجميع